مساء الخير حرب اسرائيلية متعددة الأوجه على لبنان ومقاومته وشعبه وسط صنط دولي مريب قتل وتدمير وتهجير وتفريغ لمناطق لا تحييد فيها لمدني أو مرفق اقتصادي أو صرح طبي واستشفائي أو قطاع صحي وإسعافي في خرق فاضح للموثيق والقوانين والأعراف الإنسانية والدولية ومن أوجه هذا العدوان حصار بري غير معلن عكسته الغارات الإسرائيلية على نقطة المصنع بما يعني محاولة فصل لبنان عن سوريا رئته البرية الخارجية الوحيدة في لبنان في الميدان العدواني غارات متواصلة على الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع أضيفت إليه منطقة الشمال حيث تم استهداف مخيم البداوي بغارة مسيرة ما أسفر عن سقوط أربعة شهداء وفي جنوب الجنوب عند الحافة الحدودية تواصل المقاومة التصدي لمحاولات جيش الاحتلال تحقيق إنجاز ميداني فتمنعه لليوم الخامس من التقدم وتوقعه في كماء الموت حاصدة العشرات من جنوده بين قتيل وجريحة آخر العمليات كانت على محاور يارون ومارون بعدما تركزت في اليومين الأولين في العديسة وكفركلة وفي الوقت نفسه تابعت المقاومة استهداف انتشار العدو على طول المستوطنات الحدودية في الخطين الأول والثاني وصولا إلى منطقتين صفض وحيفا وإلى الجولان السوري المحتلة وفي الجولان نفسه تضرب المقاومة العراقية أهدافا للعدو وتوجعه مثل ما حصل بالأمس عندما نفذت طائرة مسيرة عملية انقضاضية ما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة وعشرين وبعد ساعات على هذه العملية هدد كيان الاحتلال برد مناسب ونقلت وسائل أعلام عبرية عن مصادر قولها إن إيران تنشط جميع الجبهات الممكنة ويجب أن نكون مستعدين لمزيد من المفاجآت في هذه الأثناء واصل كيان الاحتلال ضخ أنباء عن الاستعداد لتوجيه ضربة إلى إيران وستكون هذه المسألة بدا رئيسيا خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا لتال أبيب خلال الساعات المقبلة أما وزير الخارجية الإيراني عدنان عرقجي فانتقل من بيروت إلى دمشق معلنا أن هناك مبادرات لوقف إطلاق النار في المنطقة تم إجراء مشاورات بشأنها آملا أن تؤتي ثمارها من جانبه يبدأ نظيره الفرنسي جانويل بارو اليوم جولة في المنطقة تشمل قطر والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين المحتلة تشمل قطر والسعودية والإمارات تشمل قطر والسعودية والإمارات